دعم لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلن عنها جلالة الملك المعظم وفي إطار تفضلي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باطلاق أسبوع الشجرة قام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بزراعة عدد من الأشجار بمشاركة سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس الجهاز وعدد من المسؤولين والموظفين يأتي أسبوع الشجرة ليعزز نتائج خطة التشجير والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار إلى ثلاثة ملايين وستمائة ألف شجرة بحلول العام 2035 وذلك تماشيا مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر